اهلا بحضراتكم اتمنى تكونوا تابعتوا النهاردة حفلة تخريج الدفعة الجديدة من الاكاديمية واتمنى تكونوا فعلا تابعتوا زي ما انا تابعت كده الكفاءة القتالية لدى الضبطات طبعا احنا كفاءة القتالية لدى الضبط بتوعنا شبانا رجالنا الى اخره مشهود لها ومعروفين بالكفاءة طول الوقت لكن انا فعلا عندي حالة انبهار كاملة بالكفاءة القتالية بتاعة الضابتات بتاعة التأنيس انا بتكلم بجد انا مبهور الى اقصى درجة ممكن يصل لها عقلي يعني او العقل الانساني وما كنتش اتصور ابدا ان احنا في عندنا كده في مصر طيب هو دي اول مرة يبقى احنا في عندنا ضبطات لا بس انا هنا بكلمك على ايه بقى شوف شكل ولو صح تعبير منحنى التطور يعني ازاي التطور اللي حاصل عندنا في الاكاديمية اكاديمية الشرطة والتطور اللي حاصل على مختلف القطاع بص 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 العرض والنبي انا بكلمكم بجد والله العظيم انت عارف لما الحاجة تخطف عينك فلوه لازم قولك بص 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 ايه قبل ما الكاميرا تيجي ايه يا جماعة الله اكبر ما شاء الله يعني اللهم لا حسد حاجة تشرف وتفرح وتطمن يعني في المطلق افكر ادخل بنتي شورطة والله والله حقيقي يعني هي بس سغنططة في حجمها حبتين يعني مش عارف تعدي في الاختبارات باذن الله سبحانه وتعالى ولا لا هي سنوية عامة يعني انا بكلمك بجد انا باكلم بامانة خد بالك ان انت تخدم الوطن بهذا الشكل انا من الناس اللي بتشوف ان احنا كلنا بنخدم بلدنا بس فيه هم مهنتين من الاخر بيخدموا البلد اكتر مننا ييجي كده ايه مية متين اول الف مرة بامانة شديدة ولازم حتى نفهمها بالمنطق يعني انت بتتكلم على ناس دخلة كلية سواء اذا كانت كلية الشرطة في حالتنا النهاردة مثلا او الكلية الحربية او الكليات العسكرية بشكل عام وهم حطين في دماغهم هم حطين في دماغهم انه احتمالات الخطر دائما هي الاساس يعني دول ناس دخلة ييجي يقولك انا راجل داخل الكلية دي وانا عارف انه احتمالات الشهادة هي الاكبر الاكبر بكتير كمان وبالذات بالمناسبة وده برضو شيء لازم يلفت نظرك جدا في الكام سنة اللي عدوا علينا من 2011 وحتى هذه اللحظة احنا يمكن خلال السنوات الاخيرة الموضوع بقى اكثر امانا وبردو بسبب الناس دي لازم ببقى فاهمين كده كويس بسبب الناس دي لكن انه تشوف حجم الاقبال على دخول الكليات العسكرية والشرطية حجم الاقبال امس بقى بص 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 دول الضبيطات بتوعنا وهنا نصمت كثيرا حقيقي علشان عينك هي اللي هتقرأ وهتشوف وهي اللي هتكلمك مش اي مزيع فينا خالص تشوف هنا بقى الضبيطات مع الضباط في الأوروض الرياضية والقتالية حاجة بسم الله يماشى الله يعني ربنا يحفظهم جميعا يا رب ويقدر الكل على حفظ بلدنا ده اللي انا عايز اقولهه لك وعلى رأي الرئيس كده لما قال ده كل حاجة تحصل يقولك هاتو الشرطة ده معناها ان دور الشرطة دايما مشهود بس خلوني الاول هنتكلم على مقططف صوتي للرئيس قال فيه ان المسئولية الملقاة على عاطق وزارة الداخلية كبيرة الرئيس قال هيبقى الحتة اللي بقولك عليها لو قبلتنا مشكلة نسأل نقول فين الشرطة لما الاسعار تغلى نقول فين الشرطة وفين الرقابة دوركم مشهود من الناس كلها وانا كمواطن اؤمن جدا على كلام الرئيس يا راجل ده احنا نتعامل مع الشرطة في الشارع لو افترضنا ان احنا بنتكلم على المغلور نتعامل مع الشرطة لو حد عامل مش عارف مخالفة على الرصيف ما فيهين الشرطة اللي هتيجي علشان تشين المخالفات اللي على الرصف الاسعار غير احنا عايزين الشرطة علشان تيجي تتعامل مع هذا التاجر الجاشع مش عارف فلان الفلاني عامل ايه علشان خاطر بيعلي ادوار ولا بيعمل حاجة مصطحة في العمارة فنروح مكلمين الشرطة الشرطة معنا كل يوم لهذا وجب لهم كل الاحترام وكل التأدير والدور مشهود وما بالك بشهداءنا يعني خلونا نروح لمقتطف صوتي من كلام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونرجع نكمل الكلام ارجو ان احنا نبقى دايما عارفين ان المسئولية الملقاة على عاطر وزارة الداخلية مسئولية كبيرة قوي واحنا كلنا يمكن واحنا ماشيين في الشارع نقول فين الشرطة لو قبلتنا مشكلة او حتى في البيت او في اي اي او حتى لما نلاقي الاسعار غير يتقول فين الشرطة فين الرقابة يعني عايز اقول دوركم مشهود من الناس كلها ومنتظر من الناس كلها ومصر كلها بتقدر هذا الدور طالما ان هذا الدور يبقى دايما بيحترم انسانية الناس وبيحترم انفاذ القانون ودي النقطة اللي انا يمكن بأكدها عليكم ان احنا دايما عايزين وانحنا بنتعامل مع مواطنين في مصر نبقى دايما منتبهين ان احنا او احنا موجودين في الشارع بنتعامل مع تحديات كتير في يعني ممارسات اللي ماشي صح مش حابق فيه مشكلة معك لكن اللي ماشي بشكل يعني مش منضبط هو اللي حابليه مشكلة معك ترفق بي علمه من خلال ادائك الراقي وايضا من خلال القدوة الممارسة ممارستنا كلنا مش بس ابنائنا في وزارة الداخلية اتمنى لكم التوفيق انتوا دقلتوا ان شعاركم علم واخلاق واجب فتسلحوا بالعلم دايما كلام حلو كلام حلو ده بجد يعني وبالمناسبة يعني الواحد يقولش هادة غير مجروحة يعني بكلم بجد الشبان الصغيرين جيل الزباط الصغيرين اللي احنا بنصادفهم موجودين في كل ما بنتحرك في اي مكان حقيقي يعني اخلاق عشرة على عشرة ولطف عشرة على عشرة ده بجد شوية رجالة فعلا تشرف تفرح بيهم كده وانت شايفهم بيتعاملوا مع الناس ازاي مش بيتعاملوا مع المزيع ولا النائب ولا مع الناس والله العظيم تلاتة مع ابسط خلق الله والله بمنتهى اللطف والظرف والادب والهدوء وبالراحة حاجة عظمة يعني حاجة شرف خنونا ناخد معانا على التليفون يعني اختنا الكريمة مدام صفاء الشامي حرم سيادة اللواء شهيد ياسر عصر اهلا بحضرتك مدام صفاء اهلا بيك ازاي الصحة كله تمام طب طمينيني على صديقتي الصغيرة اخرى لعنقود سكر معقود الله يخليك نسيز الحمد لله قويسك جدا اخبارها ايه ده هي وحشاني جدا اوي خالص الله يخليك اقول لها كده برضو ما تسأليش على صاحبك العجوز لا ازاي بقى لا ازاي بقى ربنا يخليها لك مدام صفاء مدام صفاء تقولي ايه النهاردة واحنا بنشهد هذا الحفل وايضا التكريم فاند الحمد لله يعني دايما الرئيس دايما بيفتكر الشهداء ودي حاجة طبعا بتخلينا يعني والحاجات اللي بتصبرنا والله استاذ يوسف والله يعني الحمد لله دي حاجة كويسة يعني ان احنا دايما الناس الرئيس فاكرنا وان دايما يعني الدول اللي قاموا بيه لأزواجنا وكده ويعني الناس بعد ضراء وفعلا وفاهمين وحسين بيه دي حاجة طبعا بتخلينا على قد القلم على قد ما احنا بنبقى بنت حاجة بتصبرنا يعني الحمد لله الحمد لله هو في حد ينسى أبطاله برضو يا مادم صفاء ازاي يعني الله يخليك والله يبكلم بجد لا الحمد لله يعني يا بتبقى بس من وقت للتاني كده يعني بتبقى بتوجع يعني ان الناس مش يعني يعني الناس بتنسى طبعا الناس ما هي بتنسى بتنسى فعلا يعني دول اللي الشهداء أموا بي وكده بس دايما الرجل بيفكر ان يا جماعة لا صحيح يعني الامان ده كان سبب فيه ناس كتير ودم والنزل والدال وكده فطبعا دي حاجة الواحد بيبقى حسن يطال فخر لما بيتمعه وان فعلا الناس دي ما ضحيتش كده على الفاضي يعني الحمد لله لا ازاي ده هو هيفضل هذا الدور مشهود وتفضل هذه القصص الملحمية زي بالزبط سيادة اللي هو ياسر الله يرحمه يا رب يا رب يا رب وأكيد في الجنة شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى فده شرف لينا زي ما هو شرف لحضراتكم طبعا الله يخليك فاني الله يخليك أشكرك يا مدام صفاء ونسمع صوتك دايما على الخير وسلميلي على صديقتي الصغيرة الله يسلمك فاني ربنا يخليك فاني ربنا يخلي حددك يا مدام صفاء ألف شكرا يا فاني طيب احنا معنا كمان على التليفون مدام أميرة جالهوم حرم سيادة الشهيد عميد عمر عبدالغاني هلال أهلا بيك يا مدام أمير أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك إزاي حضرتك كله تمام الحمد لله طمينين عليكم أولا كله تمام الحمد لله يعني كنا لسه حالا بنتكلم دلوقتي مع مدام صفاء وكانوا بيقول لنا أنه بيبقى جيد جدا لما بنلاقي الرئيس دايما بيفكر مصر كلها بأبطالنا من الشهداء أيوة طبعا سيادة الرئيس دايما يعني أولوياته أسر الشهداء أولوياته ودايما يعني يعني يشيد أسر الشهداء يعني نبه وتوجهاته كلها بلوقوف جمدنا يعني تسعفينه كلها كلها ودعمه الكامل لأسر الشهداء وأبنائهم وزوجاتهم وأمهات السهداء يعني الجد يقوفوا جنبنا يعني نحتسبوا عند الله إن ربنا يكرموا من أجلنا يعني وكتر خيره وكتر خير كل مصري وكل الضغط الشرطة أو جيش رحب حياته وقدمه وعشان مصر مثنا يعني صدى مصر طبعا ومن انأخرت لحظة تقديمنا السنة وفناتنا ونادنا وفوار واحدنا يعني وكان مثال وقد ولينا أزواجنا يعني راحوا خباب راحوا خباب ومفكروش لحظة في إنهم ولا ترجوا في إنهم يعني يقدموا أجل ما يعني يوهب الإنسان إن هو روح وحياته طبعا ومصر طبعا وطنوك وزرعنا في سعيالنا كده في أولادنا كده يعني وكان أبني السيدة صفاء يعني يعني ولادها اللي كانت السرطة يعني يعني كان والدهم كد وليهم الله يرحموه ودينك يعني ملازم أول فيضالي هاي دي عمر هنال الحمد لله عز وجل ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله يعني يعني بتكمل مسيرة والدها عمر هنال الضبط اللي بحر حياته وفي سبابه وبعمره وسبها يجي سنة بس كنا عندها سنة يعني النهاردة الحمد لله بعد مشوار طويل بيكلل التعب بالنجاح ودلوقتي هي شرف لي والمصر كلها ولينا طبعا والحمد لله الحمد لله ربنا وبيتقول أنا فيضا مصر يعني وبتشكر سيادة الرئيس وأنا بشكره جدا جدا وكل أسر الشهداء بيشكروه وبيقولون يعني احنا أكيد يعني فيضا مصر كلنا وفيش ما نتأخرش أبدا يعني والله يا فندم وإحنا كلنا تحت أمر حضراتكم حقيقي والله ربنا يا رب يحفظها لك الدكتورة ملازم أول هايدي هلال ربنا يحفظها لك ويحفظ عليها دايما يا رب ونشوفها في أعلى مرتبة ممكنة كل الشكر ليكي مدام أميرة جالهوم حرم سات الشهيد العميد عمر عبدالغني هلال الله يرحمه ألف رحمه ونور خلوني هنتقل بحضراتكم وإحنا في نفس ذات الاحتفالية تخريج الدفع الجديدة من أكاديمية الشرطة وأيضا في إطار كلمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي قال خلال كلمته وبالمناسبة لازم كل واحد فينا بس يبقى فاهم الكلام ده ووزنه ووعيه تطوير كل قطعات الدولة بشكل هادئ وتطوير القدرات والأداء دون ضوضاء يعني الكلام ده اسمع الرئيس قال إيه ونرجع نكمل الكلام إيه وقت تتصوره إن إحنا في قطاع من قطاعات الدولة ما بنقومش بفضل الله سبحانه وتعالى بالعمل على تطويره بس إحنا بنشتغل من غير يعني من غير ضوضاء من غير جلبة ما نقولش إحنا هنعمل هيكلة وحنعمل إصلاح وحنعمل ده لكن بنقوم بالدور ده لأن بالمناسبة عملية التطوير هي عملية مستمرة لا تنتهي بمرحلة أو بفترة زمنية محددة لأن الدنيا بتتغير ورام الدنيا بتتغير إحنا كمان لازم نتطور فده بيتعمل أو بيتنفذ لكل قطاعات الدولة بما في وزارة الداخلية بس بيتعمل بشكل هادي جدا جدا والدولة كلها بتتحرك في تطوير قدراتها ومهارتها وأداءها ولكن زي ما بقول كده من غير ضوضاء خد بالك يعني والله باتكلم بجد لما تقعد تتأمل كده الموضوع بالراحة وما تحاولش تخلي انحيازاتك تحدفك بعيد عن المركز أو قلب مضمون الكلام يعني إن عايزك تنسى قصة بحبه وما بحبش دي هو أنت شايف أن مصر هي سيبك من قبل كده خالص مصر هي هي زي ما كانت من 8 سنين يعني أنا بكلمك بجددين على إيه ده هنا علشان كلام ريس وبقولي إحنا بنتطور دون ضوضاء وبنشتغل بهدوء وبنتطور بهدوء في كل القطاعات ومن ضمنها بالتأكيد وزارة الداخلية إنت شايف أن مصر هي هي من 8 سنين يعني فيش حاجة تغيرت خالص إنت مش حاسس أنه حتى المناظر قدامك تغيرت الشكل اختلف بقولك إيه لو في حسنة في مواقع التواصل الاجتماعي فهتلاقيها لما بييجي تصوير بالدرون لمصر من فوق مش القاهرة لمصر من فوق مش بقى هقولك بالطيارة طيارة فوق السحاب مش هتبقى شايف أواء وممكن بتبقى شايف خالص الدرون فيه حاجات كتير بتبقى متصورة وبتتحط على صفحات التواصل وما إلى ذلك وعلى اليوتيوب وعلى فيسبوك وبتاقى وكلام مين أنا عايزك تتفرج على مصر من فوق بقى اتعاملة إزاي وحقيقي حقيقي قارنها بقبل 8 سنين وقبل 16 سنة وقبل 24 سنة وقل لي انت شايف ايه طيب هتها سنة 2014 وهتها سنة 2022 هتها يا سيدي في أكتوبر 2014 وهتها في أكتوبر عشق وبالمناسبة دي اجراء سهل خالص تعملوا على جوجل يعني كده حلو وقل لي انت شايف ايه من فوق مصر من فوق شكلها شكلا مش هقولك بس موضوعا شكلا عملة ازاي طب موضوعا قل لي كده يا ترى هل ترى انا مصر كان عندي فيها كم مصنع وبقوا كم مصنع كان وكم مدينة وبقوا كم مدينة مساحة زرعية كانت كذا وبقيت كذا عدد الجامعات كان كذا وبقى كذا عدد المدارس كان كذا وبقى كذا عدد المستشفيات كان كذا وبقى كذا لا 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 انا مش هقولك ولا طرق ولا كباري مع انها عظيمة اسأل واحد زي حالاتي بحكم الشغلانة انتقل في القاهرة من غربها لشرقها تقريبا يوميا تقريبا يوميا يعني انا سكن في غرب القاهرة عند 6 اكتوبر انتقل لشرقها تقريبا يوميا ليبقى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة والحاجات اللطيفة دي انا واظن الناس كتير مننا يعني كنا زمان نطلع على الدائري فلو انت حضرتك عندك مشوار في التجمع في وسط الاسبوع انت بتبقى عامل حسابك والله انا عايز يبقى موجود الساعة 2 ونص يبقى انا هتحرك من 6 اكتوبر ساعة 12 عشان المشوار ده ساعتين ونص كنا نتاريق ان احنا نروح نقابل بعض في اسكندرية اسهل على الاقل هيبقى طريق مصد اسكندرية الصحراء ومفتوح النهاردة تاخد الطريق السياحي على سبيل مثال 45 ديقة تلقى في التجمع خمسين خمسة وخمسين ديقة بقيت في العاصمة الادارية الجديدة الجامعات يعني حواديت حواديت وحواديت كتير ويجب ان تحكى دائما وإن لم تحكى فلنتذكرها جميعا ونذكر نفسنا بيها عشان بس نبقى فاهمين هو احنا كنا فين وبقينا فين وهنتكلم بالمناسبة خلال الفترة الجاية دي على امور كتير متعلقة بالاقتصاد طب مناسبة الاقتصاد بقى انا عايز استأذن حضراتكم في حاجة انا عايز استأذن زملائنا اصدقائنا الاعزاء في المركز الاعلامي لمجلس الوزراء علشان هم الحقيقة بيخدمونا كتير قوي وكنا نطلب منهم حاجات تفصيل انا عايز حاجة تفصيل على ايه؟ على الاقتصاد العالمي يعني عايزين نختار دول عايزة نختار مع بعض ايطاليا ونختار مع بعض المانيا ونختار مع بعض فرنسا ونختار مع بعض انجلترا ماشي؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ ده اللي نطلبه يعني واتمنى ان المركز الاعلامي ساعدنا فيه وعندهم خبره زي الفلية انا عايز اعرف الزيادات السعرية اللي حصلت في عشرين اتنين وعشرين يعني يوم تلاتة وعشرين فبراير مثلا مثلا سعر لتر الزيت او جالون الزيت في امريكا بيقسوا بنجالون على فكرة بس خلينا في وهات امريكا بالمر يبقى حلوة اوي سعر لتر الزيت كان كام يوم تلاتة وعشرين فبراير وبقى كام النهار ده ادي واحد مثلا انا مش بتكلم بس على الزيت او الدواجن او اللحوم او الخضروات او الفواكه او الحبوب اقماح دقيق ماشي طيب الحاجة التانية برضو اللي انا هطالبها انه يبقى مثلا الوفرة يعني ترى هل ترى عندي حجم وفرة قد ايه في هذه الدول من هذه السلع طب المواطن لما بيدخوا ودي ممكن ميبقاش قوي عند المركز الاعلامي بس اقدر اجيبها لك من الجرايد طب سأل لقى المركز عامي ساعدنا فيها برضو هتلاقي الحاجات دي منشورة في الجرايد بتاع بلد برا هم اللي بيقولوا كده على نفسهم الحاجة مش موجودة في المحلات بس هنجيب لحضراتكم مقتطفات الصحف بتقول ايه بلاش هنشوف كمان رأي المؤسسات الدولية الكبرى هي هي زي اللي بتتكلم عن اقتصادنا زي صندوق النقد والبنك الدولي مجلة ايكونوميست وول سريت جورنل فاينانشل تايمز حاجات زي كده هم شايفين الاقتصاد في اوروبا ماشي ازاي ومنحناياته عاملة ازاي ومعدلات النمو وا 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 في عشرين اتنين وعشرين واستطلعتهم لتلاتة وعشرين سيبك من مصر انا عايز بتاعت الاجانب وبعدين هنروح عاملين بقى في الاخر خالص ايه الصفحة اللي عودنا عليها المركز الاعلام اللي هي المقارنة دي لا مش قبل وبعد مصر ايطاليا مصر المانيا مصر فرنسا مصر انجلترا مصر الولايات المتحدة الامريكية هتجي تقول لي انت هتقارن اقتصادك بيهم لأ عايز تقول لي ان انت اقتصادك احسن من المانيا لأ انا بقول لك هنا منحنايات الاداء الاقتصادي منحنايات التضخم منحنا هتقول لي التضخم هناك اقل من عندنا هقول لك كان كم وبقى كم يعني ذات كم ضعف وبالمناسبة هو ذات بالاضعاف خد بالك يعني على سبيل مثال لما يبقى مثلا مثلا ان التضخم في بلد ما كان مثلا اتنين في المية وبعدين لأيه بقى عشرة في المية ده معناها انه حصل في ايه زات خمس اضعاف لكن لما يبقى التضخم في بلد عشرة في المية وبعدين يصل الى انه يبقى عشرين في المية هتقول لي ما كده تبقى في مشكلة كبيرة اقولك بس زاد الضعف مش خمس اضعاف فهمنا اقصد ايه صح انا عارف ان الخبراء الاقتصادين اللي بيشتغلوا في مجلس الوزراء بيطلقوا الحاجات لي كده يعني وسهلة بالنسبة له انا هنا بشرح بس للمشاهد عشان تبقى فاهم وبالمناسبة المثلا انا بقوله لك صح هناك دول في الوقت دول في اوروبا فعلا مش هزار التضخم فيها الضرف في 3 و 4 ده حاجة كده من على الوش عارف مجدي عبدالغني اللي بيقولك جيبنا الجون كده ده حاجة كده من على الوش ده على سبيل المثال زي ما بيقولك كده الوفرة التزايدات السعرية عاملة ازاي التوقعات بتاعة نمو الاقتصادي يا ترى مين فينا نمو الاقتصادي بيسير بوتيرة اسرع واعلى مثلا يعني طب اقول لك حاجة على البسيط هو معدل النمو الاقتصادي في مصر اعلى من معدل النمو الاقتصادي باللغة المتحدة الامريكية ليها سبب عشان برضه بقى منطقي بيقولك كلام بتاع ليه الدول اللي ما بيبقى اقتصادها ضخم جدا جدا زي امريكا مثلا فالنمو الاقتصادي فيها بيبقى ابطأ لانه النمو الاقتصادي في النهاية بيبقى له اسقف يعني او ليه حدود ما بيقدرش يتعداها في حال انه بيتضخم جدا بيبقى ضيناصور فحركته بتبقى ابطأ حلو لكن اللي انا عايز اوصله لك ان انا عندي نمو اقتصادي سريع انا اقتصادي مش متراجع اقتصادي مش واقف محلك سر سريع تعالنا نروح لجامعة السويس في عندنا تقرير حلو جدا عن ايه بقى جامعة السويس استضافت النهاردة ممثلي مؤسسة حياة كريمة في ندوة توعوية طلبية لتعزيز جهود العمل التطوعي فاكرين احنا مباركونا بنتكلم على جامعة طنطة عندنا واحدة بجامعة السويس بقى العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ندوات بتعقدها المؤسسة مؤسسة حياة كريمة علشان نشر ثقافة العمل التطوعي لشباب الجامعة التعريف بالجهد التنموي اللي بيقوم بي الشباب بالتحديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلونا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام نستضيف النهاردة المبادرة وهي مبادرة أطلاقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2019 وبدأت الفعاليات بتاعتها على طول عن طريق التنفيذيين فبنشكر النهاردة التنظيم والمركزية لمبادرة حياة كريمة إن هي زارتنا النهاردة في جامعة السويس مبادرة حياة كريمة مبادرة ممتازة جدا المبادرة دي ليست فقط النهوض بمجال معين ولكن فيها النهوض بكافة المجالات سواء المسكن اللي بيعيش فيه الناس الأكثر احتياجا في القرى والريف المصري أو تعليمهم أو الناحية الطبية بتاعتهم فمبررة حياة كريمة طبعا لها مجالات كتيرة سواء كان فيه المجالات الطبية أو مجالات تعليمية أو مجالات رفع كفاءة المباني وأيضا بناء مساكن جديدة بناء شبكات صرفي صح جديدة بناء شبكة مياة وشبكة كهرباء يعني بمعنى صح وجود بنية تحتية جديدة يعيشها المواطن المصري الأكثر احتياجا فيه الريف والكرة زي وزي بقية المدن إن شاء الله بصفة عامة الخدمات المباشرة بنقدمها للناس هي كذا حاجة ونشطة متنوعة وحاجات متنوعة بنقدمها زي قوافل طبية مثلا بنبدأ ننزل للمناطق اللي محتاجة أو نحن نحاول فيها نحن نعمل توازن وتساوي مع الفئات المجتمع فبنبدأ نزل قوافل طبية نعمل فعصات ننظم الحاجات دي كلها كمان برضو بنبدأ نشارك أكتر مع أهلينا وناسنا في أي حاجة ممكن أو أي خدمات ممكن نقدمها ليهم بشكل عام بنعمل إحنا مسكين ملف طبي طبعا وكوافل طبية والأيام اللي فاتت توزعنا شنط للأطفال قبل المدارس وكده المحتاجين وكاراتين سلعة غذائية وكوافل طبية إزاي حضراتكم يا رب تكون كل حاجة عندكم بخير زي ما كنا بنتكلم من النهاء مبارح إحنا النهاردة عندنا الاجتماعي التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعين في نفس اليوم ومجلس الحوار الوطني أو مجلس الأمناء بتاع الحوار الحقيقة بيعودوا في الاجتماعات بالسبع ساعات ده بجد مش هزاني يبيعودوا مدد ضخمة يعني الواحد يشفق عليهم من هذا العناء وبالفعل عقد مجلس أمناء الحوار الوطني النهاردة الاجتماعين التاسع والعاشر في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب طبعا ده الاستعراض ما تم من إجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين كمان لاستعراض المقترحات في خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة الجاية إن شاء الله طيب الاجتماع الأول اللي هو التاسع يعني الاجتماع الأول للنهاردة يعني ففي الاجتماع التاسع كان عندنا استعراض من رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني نتيجة اجتماعات مقررين العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع اللي فات كله وده طبعا استكمالا للقاءات التحضرية علشان بإذن الله بإذن الله البدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني طيب استقر مجلس الأمانة على إيه؟ على الانعقاد الدائم للمجلس وكمان الخطوات اللي جاية لهذا الحوار مع تحديد يوم السبت الجاي كآخر موعد لتلقي المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات بما فيهم مجلس الأمانة والمقررين المساعدين علشان نبدأ إن شاء الله جلسات الحوار طيب مجلس الأمانة قال إنه هيعقد الجلسات العلنية للمحاور التلاتة على التوازي مش وراء بعض مش على التوالي بواقع تلات أيام كل أسبوع بحد أدنى ورد إنه تبقى أكتر من كده بحيث إنه يخصص يوم لجلسات المحور السياسي يوم آخر من ذات نفس الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادي ويليه جلسات المحور المجتمعي بحيث إنه يتم إجراء تقريبا حوالي خمس جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص ليه أو اليوم التالي ليه طيب وده هيبقى بناءا على إيه يوسف بناءا على ما تقتضي طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات وفي نفس الوقت بما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل طيب الاجتماع العاشر اللي هو تاني اجتماعات هذا اليوم اللي احنا فيه التقى مجلس ومناء الحوار الوطني بالمقررين العموم ومقررين اللجانة الفرعية والمقررين المساعدين كلهم وده لمناقشة مقترحاتهم في إجراءات سيارة جلسات النقاشية وما إلى ذلك كمان مقترحاتهم في جدول الأعمال أجواء الاجتماع اتسمت بالإيجابية والفاعلية ما بين مقررين العموم ومقررين اللجانة الفرعية والمقررين المساعدين وأعضاء مجلس الأمم ده كان من خلال المناقشات تبادل أسئلة إضاحات ما بين الجميع في نفس ذات السياق وفيما يتعلق كمان بقى علاقة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي فوضح مجلس الأمم أنها علاقة التكامل ورحبوا بدعوة السيد الدكتور مصطفى مجبولي رئيس مجلس الوزراء كمان مقرر الحوار الاقتصادي يعني بيعملوا دعوة لحضور هذا المؤتمر يعني هذهبوا إلى هذا المؤتمر كمان رحب مجلس الأمم بتلقي الحوار الوطني لمخرجات المؤتمر الاقتصادي وبالتالي تيجي هذه المخرجات تدرج للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي كمان أنه المجلس هيتابع عن كثب أو بمنتهى الاهتمام لو حبيت تسميها كده مجريات المؤتمر الاقتصادي للتعرف على كل البيانات وكل السياسات وكل التوجهات اللي بتبناها الحكومة تجاه اللي هينقش المؤتمر من قضايا اقتصادية بطبيعة الحال وكمان ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات عشان تتحط في اعتبارات المحور أو المحور الاقتصادي يعني ولجان الحوار الوطني الاقتصادي بقول لكم إي أنا هعد أكلمكم عن الحوار الوطني والجلسات وإحنا معانا أعضاء مجلس الأمم بنفسهم على التليفون ده حتى يبقى مش صح كلها يا جماعة معانا على التليفون أستاذ عماد طيب حلو جدا احنا معانا على التليفون بكل الترحيب كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس أمم بناء الحوار الوطني وطبعا عضو مجلس الشيوخ أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك يوسف حياتي لفق كل سادة المشاهدين ربنا خليك سادة النائب يعني أنا كنت بتكلم على المخرجات اللي حصلت النهاردة بس فعلا أنا في البداية قلت أشفق عليكم جدا من الجلسات الطويلة لمجلس الأمم تحضيرا بقى للحوار الوطني نفسه ومحوراته ومناقشاته عايز أبدأ بأنه كانت هناك الكثير من الأسئلة والمناقشات فيما يتعلق بالجلسة الثانية مش الجلسة الأولى صح؟ صح كده البسح على مستوى الشكل يعني الشفاق النهاردة بالعكس الاجتماعين كانوا صيارين يعني تقريبا كل اجتماع عالثلاث ساعات بس آه دي حاجة بسيطة كده بالنسبة لكم آه طبعا بنقدر ضيارة فان دي حاجة كوى يعني حاجة يعني طبعا دي جاد يعني بدأ في 18 خلط الستة الاجتماعين أنا أظن أنه الاجتماع الثاني طبعا كان مهم للغاية الاجتماع الأول كان مهم لأنه اتخذ مجبوعة من الإجراءة حضرتك تقريبا تفضلت بشرح وثار في معظمها الاجتماع الثاني كان مهم لأنه كان حوار جيد وثاري بين مجلس الأمناء والمقررين العموم والمقررين المساعدين والمقررين اللجان ومساعدينهم والمهم جدا للناس لأنه المساعدة مش ميكانيكية نحن نعمل كذا فهنعمله كذا بالضبط بيقى فيه أخد ورد وكان فيه أسئلة كثيرة جدا من الزملاء اللهم المقررين وبعضهم يعني استفاد في حاجات كثيرة جدا وللأمانة ضياء رشقان والمستشار محمود فوزي رد بوضوح وإثباب على كل هذه النقاشات ونستهى الأمر إلى تفاهم كبير الموطة الجوهرية ربما يعني إنت حضرتك تقريبا حرقة كل الأخبار اللي موجودة في البيان ما خلتليش حاجة أقدر أقول حاجة لا خالص لسا عبدال حاجات كتير بس أقول لي الجزء اللي أنا شايفه مهم جدا زي ما بدأت جلساتك خوار الوطني وكما تعلم 19 زائد منطق العام والمستشار محمود فوزي من مشارف سياسية وفكرية مختلفة مظبوط كلهم لون واحد فيهم اليمين واليسار والوسط واللي مع حقومة واللي ضدها واللي مع القهدي واللي مع الزمالك وأقص اليسار يعني دكتور جودة بالضغط بالضغط فالناس بداية الحوار في البداية كانت فيه توجه شواريبة وشخوك وده تقريبا للي كان من بعض أعضاء المقررين في الجنسة النهاردة كانت فيه تفاهم وسناءهم كبير يعني ودي نقطة هي تقودني إلى النقطة الأهم مش بس الحوار الوطني قد ينتهي بعد أسبوعين ثلاثة ولا شهرين ثلاثة أو خلاص ونعى الخضاء اللي نقشت لكن أنا شايف خيمة في الحوار الوطني أنه يؤكد أن هذه الأداءة بفكر التقوير بين كل مكونات العمل الوطني الشرعي في مصر تستطيع أن تتغلل على عقبات كثيرة الناس أما بيسمعوا بعض بيعذروا بعض وبيفهموا بعض بيقدروا يصلوا إلى خلول وفاق ما حدش بيقعد يخطب كل واحد يخاطب مؤيديه ويعتقد أنهم سلك ناصية العلم اللي دني والكلام والحقيقة المظلقة دي كانت نقطة في منطقة الأهمية في الجلسة الثانية النهاردة ويعني حتى لما كان فيه استفتار من بعض الإخوة المحررين محرر اللي جان أو المساعين المحررين اللي تولى الرد وعصارت نظرين من المعارض اللي تولى الرد عليه معارض آخر في فقد السلوهناء لا طب قل لي وأنه بيغششني ما تسبنيش كده يعني معارض أنا شايف قدامي على الأقل في قطار الصورة اللي أنا شايف الدكتور جودا معارضة أحمد شرقاوي معارضة نجاد البورعي معارضة يعني مين كان معارضا فأبدأ وجهة نظر ما مين فيهم ومين المعارض الآخر اللي رد لا أنا مش مش تقولك أنا بضرب مثل فقط مش تجاوبك لا والله أنا عايز أوصل بعيد عن الفكرة عن الفكرة الشخصية هي فكرة أنه الناس لما بتعود هنا الحكومة والمعارضة الناس لما بتعود مع بعضها بيفهموا بعض أكتر بيتوصلوا أكتر بيتقاربوا أكتر بيقدروا كل واحد تعرف يا كل واحد يجتمس العزر الآخر فافتدر بتوصل لحل وفاة حقيقة أخلاف الحاجة حد ييجي يقولك والله إحنا عايزين نخلي مرتب الموظف عشرين ألف جنيه كويس ناشي قلنا عينينا بس حد تاني هيجي يقولك يا أخواننا يعني هجبهم من إيه دول تعالوا تعال خليك مكاني فالناس يبتد يوصلوا إلى حاجة طبيعية وتقديرية صحيح أنا بضرب المثل ده مش بزيته بضربه على قضايا كثيرة هناك اعتقاد عند البعض أن هناك حلول تحرية كان الله يرحمه عندنا واحد خبير مشاور اسمه كان بيقولك أنا أحل أزمة مصر كلها في بئتين الله يرحمه طبعا وده كلام يا ليتاه وكان صحيحا لا حدش كان غلب طبعا فبالتالي هي فكرة النقاش والفهم وعرض المعلومات وعرض الواقع كما هو مفيد أنه بيخلي الناس تقدر توصل للحقيقة يخلي المعارض قد يخفف من معارضتي ويجعل الحقومي قد يتفهم مجهز نظر المعارضة طيب أستاذ عماد اللي بتقوله ده بيخليني فعلا بفكر معاك بصوت عالي يعني التسعتاشر زائد واحد زي ما بنقول جايين زي ما ذكرت نصا كده حضرتك جايين من مشارب واتجاهات فكرية مختلفة جدا من أقصى اليسار لأقصى اليمين إلى آخره والوسط وما إلى ذلك وفي البداية أكيد كانت الجلسات أنا ما كنت شفوستوكو يعني لكن أكيد كانت تحمل قدرا لا بأس به من الشد والجذب فاللي بتقوله لي النهار ده بيقول إنه هو ده الغاية الرئيسية من الحوار عندما تنتهي جلسات مجلس الأمنة ويبدأ الحوار نفسه إحنا هنعد وهنسمع بعض لكن المناقشة بتخلق دايما ما يطلق عليه الإنجليزي الكومن جراوند نحن نقف على أرض ما حضرتكم في الحوار في مجلس الأمنة لمسته ده بالفعل بالواقع حقق بالفعل هذا الذي تتحدث عنه الأرضية المشتركة دي حتى الشعار العام بتاع الحوار اسمه المساحات المشتركة الحوار الوطني المساحات المشتركة اللي انت بتشوف يعني فيه فيه ناس ممكن تقعد كل واحد يجيب أقصى حاجة متطرفة عنده بس في حد تاني يقدر يقول طب ما تجد نشوف المشترك اللي منا ونعظمه ونشوف المختلف ونقلله ودي فكرة يعني أتمنى لكلنا نعيها بصورة واضحة وأظن إن دي ربما تكون الميزة الحقيقية من الحوار حتى هذه اللحظة طبعا نحن بداخل الناس في طلب القضايا لكن طبني بناء على ما حدث في الجلسات العشرة الماضية والمعظم كلها كانت إجرائية وتحط قواعد لكن ده ينعكس للشغل الأساسي اللي هو جاي قريب بحيث أن نحن إن شاء الله بيأثر نوسط ليه الهدف الرئيسي من الحوار وهو تحديده والقواعد عمل وصني علاج أي تلبيات ممكن تعود في الناس اللي يتتقدم البحث فيه ما هو مشترك بين الناس التعظيمة وفيه ما هو مختلف بين الناس وتقليله ما كانت طيب الشغل الأساسي اللي جاي قريب جاي قريب إمتى بقى؟ إحنا منتظرين يعني بفارغ الصبر طيب أنت أظن ثلاثين السؤال ده من حوالي سبعين ثلاثة وأنا جاوبتك برضو الإجابة اللي هقولك اللي هو المؤمنون لكن نحن نقترب النهاردة فيه فخرة مهمة جدا اللي كان نقاش هقولي حضرتك على حاجة البعض كان بيتكلم على أنه ما نعمل نعمل الجلسات بالتواني لكن الوقت نظر حسمت وهي التوازي صح إيه بفترة بتاعت التوازي؟ إنه الملحة اللجنة أو المحور السياسي من عقد اللجنة بتاعته من عقد النهاردة فهو يكون يبقى فيه لجنة من عقدة الاقتصادي في الابتماعي كله شغال بالتوازي كله لو حد أنجز شغله بسرعة بوقت شغلة نستويات أو نستويات الهدف من ده إيه؟ إنه هو إلغاء أو القضاء على فكرة إن فيه إفصاء وتعمل إفصاء صرام أنك حطيت القواعد السليمة فمن مانع أن كل محور هو أو شطارته وخبراء ومتحدثين يقدر ينجز هذا المحور وهذه القضايا الأساسية المتعلقة بهذه اللجنة أو تلك إيه بخير وبرك ده تطور مهم جدا للنهاردة أنا أظن أنه خلال فترة قريبة جدا هيكون فيه انطلاق لجنة الكوار إن شاء الله يا ميسر الأحوال أشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ المصري نستأذن حضر حضراتكم قبل ما نطلع الفاصل أنتو خدتوا بالكو أنا عشان كده ركزت في دين مع الأستاذ عماد خليدي أقولك أن أنا يعني بطبيعة الحال فعلا لي أصدقاء كتير جوا وبيعودوا يحكوا وبنتكلم وبنتناقش على بعض مما يحدد في هذه الاجتماعات اللي بتتم المجلس الأمن والتجاذبات كانت كتير في البداية وفعلا التجاذبات طبقا لكلام الأصدقاء والرفاق الرفاق بتقل والمساحات المشتركة عملا بتزيد يبقى الحوار الوطني بدأ يؤتي ثمار ولا لا يعني لما ده يحصل هتيجي تقولي هو بدأ الحوار الوطني أقولك أو لا مجلس الأمنة بيعمل اجتماعاته عمل عشر اجتماعات مجلس الأمنة هو إيه هو في النهاية خالص فسليتيتر يسهل هذه الأمور بيضع اللوائح يضع الإجراءات إلخ 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 لكن في نفس الوقت تقدر تعتبر وكأنه بروتو تايب لأنه علشان كده كان مهم قوي أنه يجمع كل الفصائل السياسية من يتفق ومن يختلف من مولاء من معارضة من يساري من لبرالي مش ده الموضوع المهم أنه يجمع كل ألوان الطيف السياسي المصري ماشي اللي واقفين عند نقطة مش مختلفين عليها اسمها إيه مصر وطنة أهم حاجة في الدنيا ده بمنتهى التبسيط غير المخل منتهى التبسيط مصر وطنة أهم حاجة في الدنيا مين لبرالي؟ مش مشكلة مين ماركسي؟ مش مشكلة مين تروتسكاوي؟ مش مشكلة حلو؟ حدش هطلع فاصلة اسمروا علي بس زماني ما يقولي يلا الفصل اسمع مني يبقى أنا خدت ده أبص عليه أنا كمواطن أو أنا كمزيع شغلتي إن أنا حاول قدر الإمكان أوصل لسيادتك الصورة كما هي كلام الأستاذ عماد بيقول كده العشر اجتماعات دول أقل اجتماع فيهم كان ثلاث ساعات ده ده كده الاجتماع الطيب وخبالك الاجتماع عادة كان بيبقى سبعة وثمانية ده بجد مش ظهر يعني فإحنا هنا بنتكلم على تقريبا تقريبا تسعين ساعة اجتماعات تسعين ساعة اجتماعات وصلت إلى تقريب وجهات نظر سهولة ويسر خلاص أصبح موجود في الطرح بقيت أنا فاهم مين بيقول إيه وعاوز إيه وتوجه إيه وشايفها إزاي ودي زاويته وجهة نظره فأنا بقيت فاهم إزاي قدر نتكلم نقدر إزاي نوصل لأرضيات مشتركة لما نوصل في الحالة دي طيب خلاص خلصت هنبدأ بقى جلسات الحوار نفسه الناس هتقعد وهتتنقش وهتتكلم ده هياخد وقته ولأنه هياخد وقته وإحنا كلنا عايزينه ياخد وقته بالمظبوط وبالتمام لا يبقى أقل ولا يبقى أكتر إذن برضو هيحصل نفس الموضوع هنقرب في وجهات نظره من بعض هنقدر نفهم بعض ده هينعكس على إيه هنعكس على كل حاجة هنعكس على أداء الحكومة وهنعكس على أداء المعارضة هنعكس على أداء البرلمان هنعكس على أداء الصحافة والإعلام هنعكس على كل كبيرة وصغيرة في بلدنا فهمت إيه هي أهمية الحوار الوطني أظنها أبعد وأعمق وأهم بكتير مما يحاول أن يوصله لك يعني أرجوزات الإخوان على كل فاصل ونكمل الكلام احتفال القطوط السعودية اليوم بمرور 75 سنة وليبيل الماسي لأول طائرة انطلقت من المكعبية السعودية وتجهت صوبة مصر الشقيقة احتفال الحقيقة اللي هو رمزية بيعكس عنق العلاقات التاريخية فيما بين البلدين الشقيقين بيعكس حجم الترابط الأسر القائمة فيما بين الشعبية البلدين بيعكس الحقيقة وحدة اللغة وحدة الدين وحدة الثقافة فيما بين البلدين الشقيقين ما في شك أنه خلال 75 عام هذه العلاقات السعودية انتقلت إلى مستوى غير مسبوك الخطوط السعودية انطلقت إلى رحلاتها الدولية مبتدئة بالقاهرة كانت رحلة في الأسبوع اليوم احنا بنتكلم عن عشرين رحلة في اليوم رحلة كانت بتاخد خمسة ساعات اليوم الرحلة بتاخد ساعة ونص من مدينة جدة من مدينة جدة فقط إلى مدينة القاهرة الآن احنا بنتكلم من عدة مدن في السعودية إلى عدة مدن احنا في علاقة تاريخية بيننا وبين الخطوط الجوية السعودية واحنا سعداء جدا بالعلاقة دي واحنا حتى فيه وثيقة بيننا وبينهم السعودية هي كافلتنا في السعودية واحنا كفلاق السعودية هنا في مصر واحنا بنتشرف بخدمة الخطوط السعودية كخدمات أرضية وفي القاهرة هنا وفي جميع المطارات المصرية سعيد جدا بوجودي في الاحتفالية بمروق 75 سنة أو الخط القاهرة والحفلة في القاهرة اختيارهم للمكان نفسه العبقري اللي احنا فيه يعني التاريخ فطبعا العلاقات المصرية السعودية احنا ما نقدرش نقوله العلاقات متمايزة جدا وخطوط السعودية دي جزء مننا يعني يعني جزء من المنظومة بتاعتنا مش كشركات سياحة كمواطنين حتى هو الحقيقة السعودية يعني فيه لتلوقتي ثورة كبيرة جدا في مجال التكنولوجي يعني كل حاجة بتتطور السعودية بتدت تنفتح عن العالم على العالم كمان يعني تيسيرات التأشيرات اللي حصلة التعاون ما بين شركات السياحة السعودية والشركات السياحة المصرية التطور والربط التكنولوجي ما بين الشركات وبعدها وما بين خطوط التيران وما بين سيستم التيران سهولة الحصول على التأشير ابتدت في قد كتير جدا تستفد من موضوع هذا؟ لا الحقيقة المملكة بقى فيها انفتاح اقتصادي الحمد لله العام الماضي احتفلنا بإنجاز اللي هو كنا أسرع شركات الطيران نموا في الشرق الأوسط الأكثر تقدما على مستوى العالم كان ترتيبنا في استفتاء سكايتراكس 58 في عام 2019 قبل الكورونا السنة الماضية وصلنا إلى ترتيب 26 الحمد لله في نخضة شاملة على مستوى المملكة في رؤية جديدة لقيادة حكيمة ورشيدة بتعطينا دافع وطموح لم يسبق لنا أنه احنا تعاملنا مع مثل هذه المعطيات والتحديات بمثل هذا الطموح وبمثل هذه الرغبة في الإنجاز الخطوط السعودية نشرفين أول أن نشتغل في هذه الشركة الكبيرة واحنا نعتبر سفراء للوطن في هذه الشركة والميز الخطوط السعودية أن تحتم في ضيوفها وموظفيينها وأكبر احتمام لها أن تنقل ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام طول هذه السنين والخطوط السعودية كانت تسوي طادع بين البلدين بين السعودية ومصر وكانت شركة الطيراء الخطوط السعودية شيء من الأسس الموتطة العلاقة بين البلدين الحمد لله صراحة تجربة جدا حلوة تجربة خارج عن أي عمل آخر صراحة بالنسبة للخطوط السعودية صراحة تهتم بالضيوف بضيوف الرحمن وتهتم بالموظفين يعني بتركز على الكل ما بتركز على شيء معين أنا بسوطة قوي بيوجودي النهاردة لأن أنا دايماً بسافر على السعودية إيرلاينز والنهاردة بيحتفلوا 75 سنة وجودهم في مصر فأنا دي حاجة طبعاً بطحفة وأصلاً هم جوا كلهم عارفيني لأن أنا بقابلهم دايماً في المطار فموظو رذيز قوي وبعدها الحفلة حلوة قوي وكانوا بيغنوا حلوة قوي قوي وأنا بسوطة بصراحة بوجودي أهلاً 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 حضراتكم يمكن أمبارح لما كنا بنتكلم على معرض تراثنا كان فيه جملة مهمة جداً نتقلت ودي هنركز عليها بقى النهاردة يمكن كان أمبارح الوقت دايق شوية الجملة هي أن إحنا فيه عندنا أكتر من مئة عارض في تراثنا في معرضنا اللي هو تراثنا من أصحاب الهمم فكانت مشاركة لافتة لذوي الهمم بمنتجاتهم في معرض تراثنا ده اللي دايماً نتكلم عليه التمكين الاقتصادي معنا على التليفون دكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أهلاً أهلاً يا دكتور أهلاً أهلاً بساء الخير بساء النور إزاي حضرتك يا دكتور إزاي صحة حضرتك يا رب تكون بخير يا رب الحمد لله تماماً حمد لله دكتور إيمان كنا بنتكلم على المشاركة اللافتة لذوي الهمم في معرض تراثنا وكنا من المبارح أنا لافت نظري أنه اتقال لي أكتر من مئة عارض هو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بيشارك لأول مرة مرة تراثنا والحقيقة ده كان زي ما كلمنا قبل كده من حرص المجلس على التمكين الاقتصادي وإزاي يكون فيه فرصة لتسويط منتجات ومبتق وإبتقارات مش بس منتجات لأن الحقيقة إحنا المعرض تراثنا بيجمع حرب يدوية وتراث مطر وعدد من الدول العربية وهو أكبر محفل الاحتفالية بتراث هذا البلد غني جدا وكان لازم المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقائية مشارك وده مع مشروع أو جهاز المشروعات من المشروعات الصغيرة وغيرات الصغر والحقيقة ده تنظيم رائع أنا بارح كنت سعيدة وفخورة جدا لما لقيت أن عدد كبير من ذوي الإعاقة بيشاركوا بمنتجاتهم وقد إيكو تفخورة أن جميع الأعقاد قادرة أن هي تعمل وتنتج وتبقى شريك في تنمية هذا الوطن لأن عايزة أقول أن ده أمن قومي احنا بنحافظ على التراث وكمان بنضيف إليه وقد تكون كما صف الدول المتقدمة وتحضرة لما يكون عندنا هذه الحرف اللي فعلا بنفكر بيها جميعا أنا بس عايزة أقول أن كمان المجلس بينتهز هذه الفرصة وبيسجع الجماعيات اللي عاملها في مجال الإعاقة لأن خقيقة هذه الجماعيات بتعمل شغل جامل جدا يعني بتدرب على الحرف اليدوي بتدرب على ذوي الإعاقة أن هم يعملوا مشاريع صغيرة دي فرصة قويسة جدا أن هم يسواءوا منتجاتهم فحنا بنتواصل معهم منذ فترة علشان نشوف هم محتاجين إيه من المجلس لدعمهم وفي الفعل حصل أن احنا تواصلنا مع بعض الجماعيات ونزلوا معنا بمنتجات جلدية فخورة جدا بيها جلد طبيعي ومنتجات كروشين وبعض الأعمال الفنية للإعاقات البصرية أنا كنت مندهشة جدا بإيه الفن والجمال والألوان لما يكون أحد العرضين من الأعقات البصرية قادر أن تطلع هذا المنتج الجميل أنا أدعوكم أن تتبعوا الزهو البرتشن بصراع المجلس القومي كمان بننتج ذي الفرصة على أن نخط جميع مضوعاتنا وجميع المنشورات بتاعتنا اللي بتعمل توعية بالقانون بتاع الحقوق القصصة والإعاقات وبننتج ذي الفرصة نحن نجيب وترجم إشارة أنه يعمل إتيحة للإعاقات السمعية عشان تيجي متعرف على المعرض وبنخدم المعرض كله بمترجم الإشارة بتاعنا فإذا حد عنده إعاقات سمعية يقدر يتوجه مباشرة الفرصة بتاعنا حيلاقي مترجم إشارة هيقدر يتساعده في كل حاجة ومحتاجه طيب أنا لفت نظري الصورة حضرتك بتتكلمي مع دكتور مصطفى مدبولي ومع دكتور نيفين القباج كان إيه الحوار الدائر الحوار الدائر أنا أشكر جدا أن دكتور نيفين جامع الحقيقة دكتور نيفين جامع ناسف آه رئيس التنفيذي للجهز المشروعات أنا أشكرتها قلت لها تعيد فراجي على البرتشن اللي نحن عاملينه ونحن نشكرك عليه لأنه هي إدتولنا مجانا طبعا وطبعا دكتور وصفى مدبولي الحقيقة يدعم قضية الأعطف في مصر وهو روما بنقل له تحدياتنا فاليوم ده كان يوم سعيد للجميع لأنه هو قدر أنه برضو يعني أنا طالبت وطالبت أنه هي لازم نحن أنها تحط الأشخاص والأعاقة دايما في المقدمة في مشروعاتها وده اللي هيحصل إن شاء الله هيكون فيه أرائي جدا تكون تعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة مع المجلس على خلال نقدر نتعاون ونقدر يعني ندعم الأشخاص والأعاقة فيه جميع يعني ابتكاراتهم يعني الحقيقة وإحنا هم كمان بنشجع الابتكارات يعني ما يكون فيه حاجة جديدة بتتعامل في مصرورة يبقى حسيد الأشخاص والأعاقة لازم يرسوا هذا دعم طبعاً كان فيه صورة تانية مع دكتور أشرف صبحي ها ده كان حديث طبعاً يعني عن ملف الأعاقة في وزارة الشباب والرياضة الحقيقة وزارة الشباب الرياضة برضو بتعمل عمل جليل مع الشباب من ذوي الأعاقة وتعمل مع يعني الرياضيين الحقيقة كمان فإحنا يعني دايماً على تواصل وأنا بشكر أي حد بيقدر يقدم حاجة لأدماءنا وأدماء هذا الوطن لا وإحنا هنروح البرتشن 89 لازم نروح هناك ونشوف ونصور ونعرض وما لذلك أنا بشكر جداً دكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص دوي الإعاقة ألف 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 شكرا فانتم طيب تعالوا بقى نروح لتقرير برضو لطيفة جداً تربية الحمام سابقاً لهم فوقي بقى كده الضرور تربية الحمام دي يقول لك إيه غية آه عادة تراثية وموروثة لدى المصريين منذ قدم الزمن غية وبالمناسبة لدى البعض هي باب للرزق وأظن لدينا كلنا هي زينة للناظرين حلو هل هي موددة بالاندتار أتمنى إنه لا بس أنا بقى ليه طالب كل من عنده غية تربية الحمام وعامل غية للحمام هم يسموه كده البيت بتاع الحمام دي يسموه الغية غير أبراج الحمام بتاعتنا بتاعت الأرياف ناخد بالنا بس من حاجة مهمة قوي علشان أنا يعني أخشى ما أخشاه إن إحنا نبقى بنعملها في المكان الغلط المكان بتاع غية الحمام ده مش مكانه يا جماعة يبقى جوه البيوت آه ماينفعش وليه متطلباته وليه طرق نظفته وحفاظا على الحمام اللي أنت بتحبه ده وحفاظا على الناس اللي عايشة حواليك خد بالك زمال لما كان بتعامل غية الحمام تتعامل كانت إزاي بقى آه كان يروحوا جايين كده جايبين نجار معين متخصص في صناعة غية الحمام ويطرفع على أعمدة كبيرة جدا على سطح العمارة وبيتعامل بطريقة معينة وبأسلوب معين بحس إنه يضمن إنه مفيش حد من السكان يبقى متضرر ينفع نعمل غير كده ما ظنش طب ينفع تندثر هذه العادة التراثية الرائعة الجميلة في تربية طيور السلام برضو ما حبش إنها تندثر خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام ونستقبل بعد التقرير والفاصل مولانا وفقهنا المفضل فضيلة الدكتور الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ينورنا بعد أن نشاهد هذا التقرير الجميل ثم الفاصل فورا موسيقى 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 أهلا 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 بحضراتكم وكل الترحيب بضفنا العزيز فقهنا المفضل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر منورنا مولانا بارك الله فيكم وأنار الله لنا ولكم الطريق وكل عام والجميع بخير وسلام اللهم أمين اللهم أمين أنا سأزنك يا مولانا زي عادتنا هنشوف تقرير أسئلة المواطنين لمولانا الشيخ الدكتور أحمد كريمة وبعدين بقى نرجع نشوف الإجابات هتبقى عاملة إزاي شوفوا معنا الأسئلة بالمناسبة أنا عندي ابني مريد عنده شلال نصفي دمور في المخ بس أنا المعاملة بعمله معاملة أحسن من ابني التاني هو نفس السن بس هوها طبعا واخر كل الحنية والحب وكل حاجة بس الناس بتقولي حرام هتتحاسب عليه هل فعلا أنا هتحاسب عليه ولا عادي ده زرب السلسلة حرامها لأ بالنسبة للشخص المجتهد وإنه بيسحى إنه يجتهد في الدنيا وبيجي حد يعرقل اجتهاده ده أو ياخد رزقه فعايز عرف حكم الشخص الصبور اللي هو بيصبر على إنه الحد ده بيعرقله يعني يصبر لغاية إمتى يعني يفضل يصبر ولا يمشي من المكان اللي هو فيه أكل عيشه احتفالية بالمولد النبو الشريف بعض الناس التبس عليهم اللي هي في 12 ربيع الأول وإحنا كنا عاوزين نباين احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت مش وقت محادد بس اللي احنا احتفل في هذا التوقيت وطبعا السابت عند بعض الناس اللي هو في ربيع ولكن اللي يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ده يوم الإسنان وتوفي يوم الإنسان والسابت والراجح لنا وتوفى في هذا الشهر فريت حضرتك برضو توضح لنا الأمر برضو في هذا الأمر وجازكم الله خير أنا دل رؤية واحدة شغالة وبختلط بزماني معي في الشباب في الشغل أنا عايز أعرف حكم الدين في الاختلاط معاهم ده يعني أنا مفيش تلامس أكيد يعني بس عايز أعرف الاختلاط ما بيني وما بينهم إن أنا أتكلم معايا أو إن أنا أكلمهم مثلا على الواتس لو أنا محتاجة حاجة أو كده أنا عايز أعرف بس حكم الدين في كده أنا كنت عايز بس أسأل في موضوع الجواز الدهب لما مثلا والد العروسة مثلا ييجي يقول أنا عايز دهب بأد كده هل الموضوع ده هل هو حقه أنه هو يطلب بأد كده أو الموضوع ده يلقى بالحلال وبالحرام ولا الموضوع عادي ده اللي أنا بس عايز أعرفه أنا لو بقرأ في الكرآن وغلدت فيه مثلا قلت حرف غير الحرف هل ده مثلا حاجة يعني بالنسبة لي كده حرام علي ولا يعني أقرأ على قد أنا أولا مش متعلمة أخذ بالك فأنا بقرأ على قد ما أقدر المصريين طيبين والله العظيم قلوبهم حلوة يعني ركز مع الناس كده وبصوا فوشهر شماما بيتكلموا طيبين طيب مولانا نبدأ بأول سؤال الأم الفضلة اللي بتقول أنا ابني عنده شل النص فيه وضمور في المخ فأنا بدي له حنية وبدي له دلع أكتر من أخوله وتقريبا من سنه والبعض بيقول لها لا كده حرام بسم الله الرحمن الرحيم ولا نسأل الله عز وجل لهذه الأخت الفضلة أن يأجرها وأن يثبتها وأن يصرف السوء عن ابنها آمين آمين طبعا بطبيعة الحال هي بتدي شيء من المشاعر الوجدانية لابنها صاحب الاحتراجات الخاصة إنما هو المنه عنه التفاضل في العطايا المالية العطايا لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم هذا في العطايا المالية إنما في المشاعر الوجدانية لطبيعة الحال في هذا الظرف لا إن شاء الله لا إثم عليها ولا تثريب وأرجو اللي بيفتوا في الدين غلط أن يتوقفوا عن الاقتراء على الفتية لقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون طبعا هناك كلام يجيب كلام يا مولان ربنا يدي للجميع طلط العمر افترضنا أن هناك رجل أو زوجين ميسوري الحال وليهم تركة إماه وعندهم ابن بنفس هذه الحالة وابن آخر صحيح فاللي في الحالة دي شغله هيبقى صعب وما يقدرش حتى على العمل في أغلب الأحوال هل هيبقى علي وزر أو خطأ إن أنا أكتب له مبلغ أكتر من أخوه أحسنت وجزاك الله خير على فكرة في الشروح من الفقهاء على حديث النعمان بن بشير اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم الحنابلة قالوا ويستسنى من هذا إذا وجدت ضرورة أو مصلحة طب نشوف الضرورة إيه اللي أنت ذكرته إذا كان إنسان مريض والأب أو الأم يريد يعني تأمين معين لمستقبله أو لأوضاعه أو لعلاجه لا بأس طيب قالوا المصلحة فيه قالوا طب نفرض ابن مبزر وسيأخذ هذه الأموال يصرفها في سبيل الشيطان مخدرات وخمور وكذا يبقى في هذه الحالة ممكن التفاضل بين الأولاد لوجود المقتضاء دي بقى أهمية الفقه والفقهاء الله يزولي ما الإمام أحمد بن حنبل نعم يقوله يا تشدد يا تشدد لا 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 ده أتباعه بس اللي هم لم يفهموا فقهه فأساوي ليه طيب هناك بعض الناس يضيقون على خلاصة الكلام هو الشغل عنده صعب الظاهر فيه ناس متدبقاه ومغتتين عليه فهو بيسأل أصبر وده لقمة عيشي ولنخب بعض والتكل لا ده يخد حسنات يعني يثبت في مكانه ويصبر ولعل الله سبحانه وتعالى يهدي هؤلاء الناس ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربيهم ورحمة أولئك هم المهتدون فهذا الإنسان المبتلى بالسخرية من أقرانه وزملائه وأصدقائه إذا صبر على أزاهم وتحمل ولم يبادل السياء بالسياء بل السياء بالحسنة كما قال الله في صورة فصلة ادفع بالله أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فيصبر ويتحمل ولا يترك مكانه ويدعو الله لهؤلاء المستهزئين بأن الله يهديهم طب ولو مثلا عنده مدير غيتت بيعرقلونه الشغل بيعطلوه يعطلوه ترقيته حاجات زي كده يعمل إيه شوف أولا الأغذي بالأسباب المشروعة يعني فيه الحمد لله بلدنا فيه قضاء شامخ يرفع دعاوة قضائية بس لا يشهر برؤسائي وفي حاجات مش منسوكة يعني أنا أضرب لك مثلا أنا زمان اشتغلت في شرك كان عندي مدير اسمه حازم مش هقول اسمه حازم إيه هو عارف نفسه وهو أكيد بيسمعه بيوصل وأرجو من أصدقائنا يقولولك ده كان غتت وشرير ويعني أنا كل لما أشوفه الحد يعني وقت ما لما كنت بشوف شكله كنت بروح رضيدله كنت سبت الشغل بقى بس أنا شخصيا ما سبتش الشغل بسبب حازم الغتت نعم كان غتيت ويعطالي ترقيات أي حاجة وفي حاجات ما تتمسكش الصبر هنا يا سيدي والإنسان يدفع بالتي أحسن ولو فتحنا الأبواب لما نتحمله ما وسعنا الوقت وأنا على فكرة مبتنى بمثل هذه الأشياء اللي هو هضم الحقوق هضم الحقوق ولكن مع ذلك الإنسان بيأدي رسالة يعني أنا لا أنتظر المكافأة المادية أن أنا أتولى منصب أو أنني أذر على الأقران أو أتخطاهم لا الحمد لله رب العالمين وعلى فكرة إذا أغلق الناس بابا فتح الله أبوابا ده ربنا أصله كريم بالزبط رحمن رحيم طيب احتفالية ملد النبي أنا كبرت واتربيت على ملد النبي 12 ربيع أول أخونا الفاضل المواطنة وبيتكلم قال إحنا نحتفل بيه كل يوم ونحب نحتفل بلمن وده نبقى على طول على سلطة السلام بس وقال بقى جملة قال من الثابت والراجح أنه مات في هذا اليوم أنت منفرت أشوف الكلام ده يعني شغب من المتسلفة الوهابية للأسف أولا الأستاذ الفلكي محمود باشا الفلكي اللي متسمى على اسمه الميدان الميدان هو حقك هذا علميا وتاريخيا بأنه إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بين يوم 11 ويوم 12 لكن أننا بنقول عليه هو يوم معظم أنا سواء نظرت لكذا أو لذلك يعني ربنا ما قال على سيدنا يحيا في سورة مريم قال وسلام عليه يوم ولد ولما تكلم عن سيدنا المسيح عليه السلام والسلام علي يوم ولد ولما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن صومه اليوم الإثنين قال ذلك يوم ولدته فيه فأنا باستغرب يعني حتى اللي هم اللي بيمنعوا دول ويشغبوا على المسلمين يعني أنا أقول لهم سؤال كده طيب إذا يعني ما يحتفلوش 12 طب لو احتفل يوم 9 ها يحتفلون لو احتفل يوم 11 استوانة مشروخة وبيخة لأن شوف من يشكك في الاحتفال بالملد النبو الشريف ومن يمنع التهانب ملد السيد المسيح عليه السلام سفهاء وجهلاء ودخلاء على موائد العلوم الشرعية ما تركوا مناسبة إلا شككوا فيها أقول لك حاجة مفاجئة العام الهجري هجرة رساله السلام كانت في ربيع الأول وما كانتش فيه في المحرم ده اجتهات سيدنا عمر عليه رضو الله والصحابة أنهما جعلوا المحرم هو البداية مع أن الهجرة أصلاً كانت في ربيع الأول ومع ذلك سيدنا عمر بقى للصحابة إيه قال بعد انصراف الناس من الحج الناس بتنصرف في زي الحج ويعودون إلى أوطانهم يبقى قارب المحرم وده من الأشهر الحرم فاكتهدوا أنا بستغرب لماذا نقف عند مديات الأشياء ما ننظر إلى معانيها وننظر إلى مقاصدها وده اللي نظر إليه سيدنا عمر جعل المحرم بداية العام الهجري مع أن الهجرة وقعت في ربيع ولم تقع في المحر هي شغب الدعوات المأفونة دي تشكيك الناس يعني مش عارف يعني هم عايزين إيه بالضبط من المسلمين ما كفاية على المسلمين الإلحاد كفاية عليهم العلمانة كفاية عليهم مؤامرات معينة حتى ييجي المسلم يشكك المسلم في مولد النبي في الهجرة في الإسراء والمعراق في تحويل القبلة هم عايزين بالضبط على فكرة هم بيقفوا بغباء الأمة المتسلفة لا يحسدون عليه مع المناوئين للمسلمين للأسف في أشياء تتصل بديننا نحتفل بين مولد النبي والشريف نحيي السيدة الرئيسة عفتاح السيسي جزاه الله خير وذكر الأمة بأخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والدولة الحمد لله ممثلة في مشغة الأزر في وزارة الأوقاف في دار الإفتاء في الجمهارة الكاثرة تبادل الناس التهاني رؤساء الدول في الدول التي يمكن دولة أو اتنين اللي شزت عن هذا الأمر مع أنهم عندهم يوم وطني بيحتفلوا به يعني عاجات غريبة يعني احنا عندنا انفصام مش عارف ليه في الشخصية طيب هستأذر حضرتك أولانا احنا هنطلع فاصل نرجع بعد الفاصل نكمل بقية الأسئلة اللي جات في التقرير استنونا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا بحضرتكم معنا وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر نرجع بقى مولانا ببقية الأسئلة بداعة أهلينا من المواطنين فتاة بتقول أختلط عليش النضارة أنا ما بقيتش حالتي بحش خالص الحمد لله احنا عايزين في البقشيش عما يوش احنا ميت فل واربعتاشر احنا حسن من غيرنا اختلطوا بالرجال في الشغل ايه هي حدود الاختلاط شوف أولي ستك حاجة أولا الاختلاط في حدود الأداب الشرعية ليس محرما ولا مجرما لأن انت لما تنظر حتى في صلوات الجماعات على عهد النبي صلى ما كانت المرأة بتحضر المسجد وتصلي خلف الرجال وكانت المرأة بتسمع الخطب الجمع صحيح وكانت المرأة بتحاور وتتكلم ايه والمرأة كانت تنزل إلى الأسواق وكانت تشترك فيه لكن لما جاد تعاليم معينة بعيدة عن روح الإسلام وعن أداب الإسلام ألسقوا بالدين ما ليس في الدين قتب الحضر مش كانت السيدة ليلى بنت عبد الله المشهورة باسم الشفاء نعم كانت تلاقش سيدنا عمر بن الخطب رضي الله عنه وعينها وليت الحزب في السوق وليت الحزب فين في السوق والمرأة كانت عندها حوار يعني عندك صورة المجادلة قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتاكي إلى الله والله يسمع تحوركم فالمرأة ليست معتقلة في مكان معين نظرت بقى عفوا الظلامي أو اللي عنده توجس أو عنده نية سيئة هو اللي يقولك لا ما تختلطش لا تختلط بس في حدود الأداب الشرعي يعني أولاً زي ما ربنا بيقول لنساء النبي أو للأمة في شخص نساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تغضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرأة بس يعني الدحكة الرنانة الكلام المايع اللي صح برضو أنها تحافظ المرأة على عفواً يكون حزاء متزن ما يكونش يعني يجعل جسمها رجراج أنا بقول لك بأمانة يعني فالحمد الله يا رب العالمين الكسرة الكثرة من الناس نحسن بهن الظن ونحسن بالرجال الظن وما زال بالناس خير أما النظرة الخائنة دي بقى ترجع إلى صاحبه لما على فكرة ممكن امرأة تبقى مرتدية نقاب ويشتهيها وغد صح مع أنها لم تظهر شيء من مفاتينة إلا أنه وغد وغد وممكن امرأة عفواً يعني تظهر شيء من الزينة الخفيفة ويراها زميل ويعاملها لأنها أخته طبعا وبدون أن يطمع فيها طبعا فهي بترجع للشخص نفسه فالأخت أو الإبنة العزيزة بنطمنها لك أن تختلطي بزملائك وأصدقائك في حدود الآداب الشرعية أهمها طبعا عدم التبرج تبرج الجهدية الأولى وأيضا فلا تغضعن بالقول فيطمع اللي ده في قلبه مرباس طيب عايشين على البقشيش نجي إيه المصطلح ده خير حلو حلو يعني وفضل من الله أن ينعم علينا في الساذة السن نعم ده كمان ربنا أنعم على مولانا بخفة الظل وخفة الدم ومحبة الناس الله يكلم إذا اشترط والد العروس شراء ذهب هل من حقي مقدارا معينا من الذهب وما رأي الدين في ذلك؟ أولا حضرتك هو الحلي الذهبي على العرف المصريين هو أصلا يعتبر هدية صحيح أن الهدية على قدر مهديها فالناس لا تتكلف الشطط ولا ما يثقل الكاحل والراحمون يرحمهم الرحمن وأنت يسا يمكن نذاكر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يحدد المهور لما وجد بقى المغالاة وكذا فقامت إليهم رأى وقالت ليس لك الأمر يا عمر أن الله تعالى قال وقد أتيتم إحدهن قمطارا وتبسم وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة نحن هنا بالنشب بنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أيصرهن مهرا أكثرهن بركة وما زادت مهور بنات النبي عن عشرة دراهم بنقول هنا لأولياء الأمور مع ارتفاع أسعار الذهب رفقا بالناس دعه يأتي بالمقدور له بدل ما يستدين بدل الناس ما تصدع عن الزواج بدل ما يسقى الكاهل لا الرحمون يرحمهم الرحمن وإذا رضي طبيق القليل فإن شاء الله يبارك الله فيه ويجعل فيه الخير والنماء والبركة بإذن الله زدنا مرة كمان يا مولانا عشان حضرتك قلتها لي قبل كده كيف زوج الرسول عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة الزهراء إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بانوا هاشم لما قالوا لعلي أنت أحق بفاطمة طبعا هم أكلهم بعد علشان العطرة الطيبة يقوم تخرج من هاشمي وهاشمية فتردد وقال أنا ما معي شيء ففضلوا شجعوا شجعوا لغة المهمة ما تقاسر ورح قال للنبي عليه الصلاة والسلام على استحياء قال ما معك يا علي قال لا شيء معي قال وماذا عن الدرع التي غنمتها قال نعم هي عندي قال آتيني بها فعرضها النبي عليه الصلاة والسلام للبايع فقام سيدنا سعد بن عبادة وأراد أن يجامل عليه رضوان الله فيعني اشتراها بسعر أكثر خطبها لك وأراد أن يهديه بس بطريقة محترمة يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للسلام وسلم وكانت محبة لأهل البيت عليه رضوان الله قال يا أم سلم جاهز فاطمة فذهبت إلى السوق اشترت رحة لطحن الشعير واشترت كوز واشترت إداوة عشان يتوضوا منها واشترت مرتبة من كتان حشوه هليف أحمر بس وده كان جاهز السيدة فاطمة بنت النبي سيدنا علي وهتفر هذا البيت البسيط المتواضع في أساسه سينجب الأقمار الحسن والحسين وزين وزين العابد لا زينب عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله حتى وبرضو لما تنظر في صوت القصص سيدنا موسى عليه السلام لما راح أهل مدنة وبعدين قصة معروفة وجد فتتين عند البئر ما بيسقوش ما خطبوكو ما قالت لا نسقي حتى يوزر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما من غير ما يسترسل معهم في الكلام ثم يعني تولى وذهب إلى مكان الظل المهم القصة موجودة فالمهم البناء البنتين لما رجعوا في وقت مبكر فالأب استغرب فحكوا له أنه في شاب أخذته الشهامة والنخوة وسألهما بدل الانتظار فأراد الرجل ألا يأكل حق وعرف أنه غريب فأرسل إحداهن إحدى البنتين يعني فجاءته إحداهما تمشي على استحياء سيدنا الشيخ بقى مصطفى اسمعين كان سلطان التلاوة هيقراها بإيه بحكة أنا أقول إيه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت يبقى الاستحياء للقول للقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت يبقى للمشي يبقى للمشي يبقى للمشي يعرض ابنته على الصالحين الأكفاء فهذا الرجل الشيخ على فكرة يعني هم الشعب النبي هذا خطأ لأن هذا الرجل كان شل وكف بصره قد تبالك والأنبياء يجب لهم كل كمال بشري إنما سيدنا يعقوب لا ده كان عمى مؤقت لمعجزة لهم مع سيدنا يوسف يعني فقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجد تشتغل عندي ثمان سنين ثمان سنين فعن أتممت عشرا فمن عندك يبقى المهر هنا كان إيه ده مش موجود الآن مهر منافع وده موجود برضو وجد أي من نبياء السلام لو أن يحفظها شيئا من القرآن الكريم صح الآن ممكن نقول يعلمها حرفة يعلمها سياخة قيادة كمبيوتر أيها صدق يعني هي التكنولوجيا المعاصرة دي إذا علمها حرفة معاصرة على أنها مهر يقبل لأن المهر إما نقدا وإما عينا وإما منافع النقود معروف خدت بالك والعين معروف حديقة عقار سيارة شاء وهكذا والمنافع أن يعلمها حرفة أو شيئا من القرآن الكريم أو شيئا من العلوم الدنيوية النافعة خدت بالك فالشاهد في هذا الأمر أن تيسير المهور لا يفعله إلا الذين في قلوبهم الرحمة ونرجو المجتمع أن يكسر الله فيه من الرحماء الذين يرفقون بالشباب ويسرون الزواج لأولاد الناس سواء كانوا مسلمين أو كانوا مسيحيين لنكوننا في قريب واحد ما أخلي بلك العرف واحد يعني العرف اللي بيسر على المسلمين بيسر على المسيحيين معايا ودي يمكن من شخصية مصر صحيح حمل لي علبة شوكولاتة فاخرة وذهب بها إلى البيت ليهديها إلي بمناسبة المولد النبو يا حبيبي والله العظيم أسمى بالله إذا أقول لك كتاب فيعني أنا بشكره ومحبة أهل الكتاب للمسلمين ومحبة المسلمين لأهل الكتاب ودي شخصية مصر دي شخصية مصر وبرضو حضرتك يعني إن شاء الله بنقول لإخوتنا أهل الكتاب إحنا احتفلنا بذكر المولد النبو المحمدي إن شاء الله سبحانه وتعالى في يناير يحيينا الله ويحتفل بميلاد السيد المسيح سبع يناير للإرزوزوكس خمسة أو ستة وعشرين ديسمبر لإخوتنا الكاتوليك واحد يناير لإخوتنا البورستانت أو الإنجليين حضر يا معالي طيب عشان في زميلة فوق عمال يقول لي واحد خطب وجاب حاجات لخطبته وبعدين ما توفقوش في الخطوبة الحاجة دي بتاعت مين شوف الحل الوسط هو أمر اجتهادي أولا وانتش باسمك أهو لم يرد فيه نص قطعي أولا إن كانت الأشياء موجودة بحالها لا ترد إلى الخاطب لأن العقد لم يتم أما إذا استهلكت يعني كانت فاكها وأكلوها مثلا قاتو علبة الشوكولاتة المشهورة فواكه واكه لا لا هذه الأشياء خلاص يا أخي خلاص يعني اعتبرها يعني من باب مش هروح يشتروا لك علبة ويجبوها يعني ثاني حاجة لا يجمع ما بين الناس يعني نفرض أنه هو تراجع عن إتمام الزيجة فأنا تجمع على الإنسانة بألم الفراق أو ألم عدم الإتمام وأنه يطالب يعني يعني فالأشراف والأحرار لا يفعلون إيه إلا الحسن إن شاء الله طيب آخر حاجة قبل ما نختم علشان يعني أمنا الكريمة قالت أنا غير متعلمة ولما أعود أقرأ القرآن الكريم سعد بطلخبط علي خطأ ده بالعكس لها أجران يا سيدي وإنت ذكرت لي واقعت جدك رحمه الله حينما كانوا يقول له أجران نعم لأن هذا أخده من حديث النبي صلى الله ومن يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق أي فله أجران شبني يبزي الجهد أجران تمام فنبشرها أن لها أجران إن شاء الله بس إحنا بنقولها يعني تسمع كثير في إزاعة القرآن الكريم وغيرها أو من الأشرطة الترتيل وطبعا خيره من رتل القرآن سيدنا الشيخ محمود الحسري وأنا عاصرته وصلت وراه المغرب وكان من الأولياء هذا الرجل يعني فبنقول له يعني اسمعي كثير لأن اللحنة طبعا خطأ يعني بس يعني لم تقصد ربنا لا تؤخذنا النسينا أو أخطأنا بتحاول بقدر الإمكان تصحيح التلاوة حتى تؤدى على وجهة صحيحة أما بقى علم التجويد والإظهار والإغفاء هي مش مطالبة بيه بس هي ضبط الإعراب أو ضبط الشكل يعني ما تجيش تقول إيه صرات الذين استغفر الله أنعمتوا لا تبقى مصيبة يا صرات الذين أنعمت عليهم بس من قوله هنا يبقى الضبط بالشكل اللي قول الإعراب يعني يكون صحيح أما التجويد وتحسين الصوت والحاجات دي أو المقامات عند إخواتنا القراء عموما الناس غير مطالبين بهذا إنما أهل الإختصاص اللي هم القراء آه نعم مولانا نورتنا وشرفتنا وقفتنا كما جرت العادة كل عام وأنتم بخير الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ثواني هيكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشر أما إحنا إذا كلنا العمر بإذن الله سبحانه وتعالى نكون موجودين معاكم بكرة وبرنامجكم التاسعة سلامات